أمين العام لجامعة الدول العربية المنصة الكريمة الحضور الكريم أهلاً بحضراتكم في المؤتمر الإعلامي الأول لترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك تحت رعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الحضور الكريم حينما أنشد أبو الطيب المتنبي بيته الشهير على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم كان يبصر بعين الحكيم والشاعر معاً قدر وقدر العرب والعروبة وها هو العصر الحديث يدندن بيته بلسان حال لا يعترف إلا بالكيانات وتكتلات الكبيرة والدول العربية أهلٌ لكل تحدي مهما عظم وجديرةٌ بالاعتراف بها وجوداً وتاريخاً وحضارة إذ تضم كتلةً بشريةً كبيرة وموارد طبيعيةً كثيرةً ومتنوعة كما حظيت بموقعٍ جوغرافيٍ استراتيجيٍ ومتميز ونحن دون شك وإن كنا أمام جملةٍ من التحديات إلى أن طموحاتنا أكبر وأعظم وهي توافق ما لدينا بالفعل من إمكانياتٍ وأدواتٍ متعددة من هنا كان الحديثُ عن بيت العرب جامعة الدول العربية ومؤسساتها فقد ارتأى معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك إجاد آليةٍ مشتركةٍ دائمة وفي الوقت ذاته فعالةً وفاعلة فيمكن من خلالها تسليط الأضواء على جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة من حيث جدواها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها وإنجازاتها المثمرة والملموسة على مستوى الوطن العربي مع إبراز دورها في مجالاتٍ شتاء كالتعليم والبحث العلمي والتشغيل ودور الشباب التنموي قضايا الأمن القومي ومواجهة التطرف الأمن الغذائي والمائي العربي وتحقيق التنمية المستدامة والتواصل مع الإعلام وإبراز التحديات وتحديد الأولويات وقد توافقت الآراء على أن تكون هذه الآلية في صيغة مؤتمرٍ إعلاميٍ سنوي تشارك فيه كافة مؤسسات العمل العربي المشترك كي تتاح لهم الفرصة للتعريف بأنفسهم وإبراز إنجازاتهم والبرامج والمشروعات والتجارب الناجحة التي يتم تنفيذها بالإضافة إلى إتاحة معرضٍ مصاحبٍ لعرض الأنشطة والمطبوعات بحيث يكون المستهدف الرئيس من وراء هذا المؤتمر هو المواطن العربي لتنمية وعيه بأهمية العمل العربي المشترك وتفاعل الإعلام العربي مع أنشطة وبرامج جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة والآن فإن خير ما نبدأ به فعاليات هذا المؤتمر آياتٌ من الذكر الحكيم يتلوها علينا الطالب أحمد سامي محمد كلية الإدارة والتكنولوجيا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوه وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم والآن مع مقدمة عن المنظمات والاتحادات العربية وإجراءات التنسيق لعقد المؤتمر الإعلام الأول لمؤسسات العمل العرب المشترك يلقيها المستشار أول محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية والمنسق العام للمؤتمر بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عالي الأمين العام لجامعة الدول العربية رائل المؤتمر سعادة السفير الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية رئيس المؤتمر سعادة الدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنغل البحري ممثل للمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك الأستاذ فايز المطيري ممثل رؤسات جلسات ضيوف الكرام مع حفظ الألقاب والمقامات السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ أن تأسست جامعة الدول العربية قبل أكثر من سبعين عاماً لتحقيق طموحات الدول العربية في زيادة التعاون والتنسيق في كافة المجالات شهدت المنطقة العربية إنشاء عدد من المنظمات والمؤسسات العربية والتي شملت معظم النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والأمنية وكذلك العديد من المجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية والشركات العربية المشتركة والاتحادات العربية ومنظمات المجتمع المدني هذه المنظمات والمؤسسات مع الجامعة الأم بيط العرب تقوم بمجهودات كبيرة وتعد مشروعات وإنجازات عظيمة وتهتم وتساهم في دراسة ومعالجة الكثير من المشاكل والأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية موضوع البطالة، الفغر التصحر، الهجرة، الأمن الغزائي والأمن المائي والجريم العابرة للحدود، وصراع الهويات وغيرها من الأمور وهناك الكثير من الاتفاقيات والاستراتيجيات وبرامج العمل المعتمدة في إطار منظومة العمل العربي وهدف إقامة نظام اقتصادي وإتماعي متكامل ونموزج لنمو الأقليم العربي المشترك ولكن، 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 ولكن رغم ذلك ما زال المواطن العربي والراي العام العربي حبيس مجموعة من الصور النمطية عن جامعة الدول العربية ومنظماتها ومؤسساتها هذه الصور في بعض الأحيان تنقلها وسائل الإعلام في مستويات متباينة بعضها ربما يلامس الحقيقة، ولكن الكثير منها يبتعد عن الحقيقة لأن الانطباع السائد لدى الكثير في البلدان العربية أن عمل جامعة الدول العربية منصب حصرياً على الجوانب السياسية على حساب الجوانب الأخرى الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الجوانب لن نتحدث هنا عن الجوانب السياسية أو الإرادة السياسية والتي لها العديد من الأبعاد والمحددات ولكن أقول رغم بعض التعسرات والعسرات والإقفاغات في بعض الجوانب إلا أن هناك جوانب مشرقة ومشرفة لمنظومة جامعة الدول العربية ومنظماتها ومؤسساتها لكن رغم الجهود وبعض الإنجازات لجامعة الدول العربية وللمنظمات والمؤسسات العربية فإن نشاطها ليس مرئياً ومعروفاً بما فيه الكفاية وأنا أعتقد أن في ذلك ظلم كبير لهذه المؤسسة جامعة الدول العربية ومنظماتها ولهذا كانت هذه الفكرة فكرة هذا المؤتمر الإعلامي لخلق وعي عربي متزايد بجامعة الدول العربية ومؤسساتها وبأهمية العمل العربي المشترك نحن نهدف من هذا المؤتمر إلى خلق إعلام عربي أقل انتغاداً لجامعة العربية وأقل تشككاً في أهميتها لأنها لا تستحق ذلك وأقولها صراحةً لا خيار للعرب ولا ملاز للعرب إلا بيت العرب وخاصة في هذه التحديات الحقيقية والصعبة التي تواجه المنطقة العربية هذه الجامعة بها 13 مجلس وزاري متخصص تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمانة الفنية لهذه المجالس وزراء النقل العرب وزراء الإسكان والتعمير العرب وزراء المسؤولين عن شؤون البيئة المجلس الوزاري للسياحة المجلس الوزاري للكهربة المجلس الوزاري للاتصالات والمجلس الوزاري للمياه والمجلس الوزراء المعنين بشؤون الإرصاد الوزراء المعنين بشؤون الاجتماعية العرب وزراء الشباب والرياضة وزراء الصحة وزراء الإعلام وزراء الداخلية وزراء العدل ويكفي أن هؤلاء الوزراء كانت الجامعة قادرة على أن تجمعهم في مكان واحد وهناك الكثير من المنظمات والمؤسسات العربية والتي إن شاء الله مع افتتاح معالي الأمين العام للمعرض المصاحب سطرون إنجازات وجهودة كبيرة لهذه المنظمات والمؤسسات من خلال المعرض ومن خلال الجلسات المصاحبة لهذا المؤتمر سيدات والسادة الحضور الكريم هذه المنظمات وهذه المؤسسات تعتبر متابخ عربية للتعاون والتنسيق بين الوزراء المعنيين يعني إحنا حاليا لما نتحدث عن الوزراء المعنيين المشاركين مثلا في منظمة اليونسكو المنظمة الدولية للتربية والصغافة والعلوم قبل مشاركته في هذه المنظمة الدولية لا بد من اجتماعات في المنظمة العربية للتربية والصغافة والعلوم وكذلك بالنسبة لوزراء الزراعة مع المنظمة الدولية الفاو وزراء العمل مع منظمة العمل وزراء الطيران يتمعوا في الهيئة العربية للطيران قبل الذهاب إلى كندا للإتماع في الإيكاو وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الزرية أيضا عندنا منظمات وأكاديميات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والآن موجودين الطلبة الأكاديمية النقل البحري من الصرحة التي نتشرب به كثيرا الجامعة فيها منظمات فنية وتقنية رائعة في هذه المجالات عربسات المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية اتحاد إزاعات الدول العربية وغيرها من المؤسسات أيضا هذه الجامعة تضوم شركات عربية تعتبر مشروعات مشتركة الشركة العربية لمصائد الأسماك الشركة العربية للصروة الحيوانية الشركة العربية للاستثمار والشركة العربية للملاح البحرية وغيرها من الشركات لكن رغم ذلك الكثير لا يعرف عن جامعة الدول العربية وعن منظماتها يعني أنا أقول صراحة عندما تطلب تاكسي عشان يوصلك جامعة الدول العربية يعني يذهب في ذهن السائق مباشرة شارع جامعة الدول العربية في المهندسين أو عندما تتحدث عن جامعة الدول العربية يتحدثون عن كليات تابعة لهذه الجامعة نحن في هذا المؤتمر نقدم جامعة الدول العربية وهذا المؤتمر في ظل هذه التحديات التي تواجه المنطقة العربية يشكل فرصة جيدة لتجديد زاكرة الأمة خير أمة وخرجت للناس ولنقول للأجيال القادمة والناشئة في مختلف اقترد العربية أن الأمة العربية بخير وأن هذه الجامعة أنشئت لتبقى وندعوهم إلى عدم الإصغاء إلى دعوات فشل الجامعة ومؤسساتها لأن الإراضة العربية راسخة والرغبة متوفرة والعزم موجود لمواجهة مختلف التحديات سيدات والسادة إننا نراهن على الإعلام العربي أن يقدم للرأي العام وللمواطن العربي الصورة الحقيقية والإيجابية لجامعة الدول العربية ولمنظماتها ولمؤسساتها التابعة لها إننا بحاجة إلى إعلام يبرز إيجابيات العمل العربي المشترك يُرسِّخ التواصل بين الأقطار العربية نراهن أن يكون الإعلام وسيلة من وسائل التلاقي والتعاون العربي يُرسِّخ التواصل بين الأقطار العربية إلى إعلام يرتغي إلى مستوى الطموحات يقوم بمسابة شريان جديد يُساهم دائماً في دفع الدماء في عروق العلاغات العربية وأن يكون جسراً للتواصل بين الشعوب العربية أدعو الجميع لمشاركتنا الليوم الثلاثة للمؤتمر لحضور جلسات العمل الثمانية والإطلاع على برامج ومشاريح هذه المنظمات والمؤسسات العربية ومشاهدة إنجازاتها من خلال هذا المعرض المصاحب والذي سيظل مفتوحاً للعامة طيلة أيام المؤتمر أسمح لي في النهاية أن أجدد الشكر والتغذير لمعالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيت الأمين العام لجامعة الدول العربية راعي هذا المؤتمر الذي ظل يتابع معنا ويدعمنا لإنجاز أعمال هذا المؤتمر الهام والشكر والتغذير للدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والسفير حسام زيكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام الذي زاني دعمها جهوداً للخروج بالمؤتمر بهذا الشكل المشرف والشكر كل الشكر للمنظمات والمؤسسات العربية وأخص بالشكر منهم الشركاء الأساسيين في تنظيم هذا المؤتمر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنغل البحري المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية اتحاد إزاعات الدول العربية الصندوق العربي للمال اقتصادي والاجتماعي اتحاد المصارف العربية المنظمة العربية للتنمية الزراعية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المنظمة العربية للسياحة والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وكل المنظمات والمؤسسات المشاركة في إثراه أعمال هذا المؤتمر كما لا يفتني أن أتقدم الشكر للجنة التحضيرية التي عقدت سبع اجتماعات متواصلة بحضور الشركة المنظمة للمؤتمر والشكر للجان الأخرى اللجنة التنظيمية واللجنة الفنية العلمية واللجنة الإعلامية وأخيراً كل الشكر والتقدير للزملاء معي في إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالقطاع الاقتصادي الذين ظلوا صباحاً ومساناً يعملون للإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر الهام أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمؤسسات العمل العرب المشترك دورٌ مهمٌ في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن العربي عن ملامح هذا الدور وأهميته يحدثنا الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثل مؤسسات العمل العربي المشترك بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأمين العام لجماعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيت راعي المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لإنجازات وأنشطة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك معالي الأستاذ الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد بشؤون الاقتصادية جماعة الدول العربية سعادة المستشار الأول محمد خير عبدالقادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية سعادة الأستاذ فايز المطيري المدير العام بمنظمة العمل العربية جماعة الدول العربية أصحاب السعادة السفراء المندوبين الدائمين لدى جماعة الدول العربية سادة الرؤساء والمدراء العامون لمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك سادة الرؤساء والأمناء العامون لاتحادات العربية النوعية المتخصصة سادة الرؤساء ومثلي وسائل الإعلام المرئية المسموعة المكتوبة السادة الحضور الكرام في البداية يسعدني أن أرحب بكم جميعاً بمناسبة إنعقاد المؤتمر الإعلامي الأول لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك واسمحوا لي بتقديم الشكر لجميع الإخوة الزملاء في مؤسسات العمل المشترك والأمنة العامة لجامعة الدول العربية على إناباتهم لشخصي في إلقاء هذه الكلمة نيابةً عن مؤسسات العمل العربي المشترك تلم كالمؤسسات التي تأسست تحت مظلة جامعة الدول العربية والتي هي أحد أهم ركائز العمل العربي المشترك والأذرع الفنية للجامعة بيوت الخبرة العربية التي تقدم المشورة والنصيحة في شتى القضايا والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الأخرى وتقوم بدور محوري لتحقيق طموحات الدول العربية في التعاون والتنسيق في جميع مجالات تخصصها التي تتصل بالمواطن العربي ولها تأثير مباشر على مستوى معيشته وتوفير العيش الكريم له معالي الأمين العام اسمحوا لي أن أتقدم لمعاليكم بخالص شكر والتقدير على دعمكم ورعايتكم لهذا المؤتمر والذي أعتبرها هذه الرعاية وهذا الدع وتبني هذا المؤتمر أعتبره ثقة في مؤسسات العمل العربي المشترك ثقة فيها ودعم لها في مسيرته فإن ثقة معاليكم تجلت واضحة في تنظيم هذا المؤتمر التي تستطيع من خلال مؤسسات العمل العربي المشترك أن تبرز أنشطتها ونجحتها فهناك قصص نجاح وهناك عمل جاد في المنظمات العربية والاتحادات وكافة مؤسسات العمل العربي المشترك من خلال هذا المؤتمر نستطيع جميعاً أن نتعرف عليه كما أن هذه الرعاية وهذا التنظيم أيضاً أعتبره تكليف من معالي الأمين العام لنا جميعاً كمدراء ورؤساء أن نضع في هذا المؤتمر رؤية جديدة للعملنا في المؤسسات العمل المشترك نستطيع من خلالها التفاعل مع المواطن العربي وإيصال ما نقوم به من أجل خدمة هذا المواطن لا شك أن هذا المؤتمر هو الأول للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل المشترك يأتي في إطار مد جسور التواصل بين المواطن العربي ومؤسسات العمل العربي المشترك ويهدف إلى التعريب بهذه المؤسسات والترويج لإنجازاتها وأنشطها والمساهمة في زيادة وعي المواطن العربي بأهمية العمل العربي المشترك وزيادة تفاعل وسائل الإعلام العربية مع أنشطة وبرامج جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة وتقديم قصص النجاح المتميزة من المشاريع والأنشطة التي تنفذها مؤسسات العمل العربي المشترك الحضور الكريم سادة والسادة أننا نحتاج إلى إيجاد رؤية عربية مشتركة متكاملة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية وخاصة المتصلة بالقضايا ذات التأثير مباشر على المواطن العربي وهذا يتطلب تحرك استراتيجي للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك يكون مبنيا على تحديد واضح للأولويات والأهداف التي تعمل في إطارها كل مكونات المنظومة وترجمة هذه الأهداف إلى حزمة من الإجراءات والخطط والبرامج الفعلية والقابلة للقياس والمرتبطة بإطار زمني متفق عليه لتنفيذها ومن هنا نحيي جميعا مبادرة الأمين العام لإقامة هذا المؤتمر الترويجي لتعريف المواطن العربي بإنجازات وأنشطة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك لتعزيز ثقة المواطن العربي بهذه المنظومة وخلق روح جديدة للعمل العربي المشترك وبخاصة في هذه المرحلة المليئة بالتحديات وإعادة ترتيب العلاقات بين مكونات منظومة العام عام المشترك وأيضا تقديم مقترحات عملية حول الجهود التي يمكن أن تقوم بها الجامعة ومؤسساتها لتلبية متصلبات المرحلة المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية وبحث كيفية إيصال الرسالة الإعلامية لهذه المؤسسات والترويج لأنشاطها وبرامجها والتعريف بها لدى المواطن العربي الإخوة والأخوات الحضور الكريم إن هذا المؤتمر سيوضح للجميع الدور الكبير الذي تقوم به منظمات ومسات العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها من مجالات العمل على المشترك الفاعلة والنشطة وذلك بغرض خلق وعي عربي متزايد بأهمية هذه المؤسسات وتقديم الدعم اللازم لها وإبراز مساهمة هذه المؤسسات في إيجاد حلول لبعض المشكلات والتحديات التي تواجه منطقتنا العربية إننا نطلع في هذا الاجتماع كي يصبح نقطة انطلاق جديدة